الآن عن مسؤولين أمريكيين تقول أنه من المحتمى العبور أولى قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة سيكون السبت غدا السبت لدى الجانب الإسرائيلي هل من معلومات هل من تأكيدات لما يدور في الإعلام الأمريكي الجواب باختصار هو لا حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيدات من الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح ودخول مساعدات إنسانية إلى هناك وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن الحديد من التحديات لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من بين هذه التحديات بطبيعة الحال الخلافات الإسرائيلية الإسرائيلية بشأن إدخال هذه المساعدات فيما يتعلق بالضغوط على الحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى أيضا الضغوط من بعض القوى الإقليمية بضرورة دخول هذه المساعدات ولكن أيضا الخلاف الإسرائيلي الإسرائيلي المتمثل فيما إذا دخلت مساعدات إلى قطاع غزة فهل سيعتبر ذلك تنازل من قبل إسرائيل للقطاع الذي يقوم الآن بشأن أو مواصلة إطلاق الصواريخ من الأراضي الغزية إلى بلدات ومدن ومستوطنات إسرائيلية مختلفة مع ذلك الجانب الأمريكي أو مصادر لوسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن أن هذا المعبر معبر رفاح سيتم فتحه السبت وليس الجمعة كما كان الحديث مسبقا أي ليس اليوم وإنما غدا ولكن أيضا تتحدث عن صعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية أولا ما هي هذه المساعدات ولكن أيضا الطرق إلى معبر رفاح أو عند الدخول إلى معبر رفاح غير مهيئة للسيارات والشاحنات وبالتالي هذا تحدي آخر أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كثيرة هي التحديات غير معروف حتى هذه اللحظة بالضبط ما إذا كانت إسرائيل بالفعل ستسمح بدخول هذه المساعدات وإذا سمحت بدخولها ما هي المساعدات التي ستسمح بدخولها إلى قطاع غزة وكيف عندما تدخل إلى قطاع غزة سيتم التعامل مع هذه المساعدات خاصة وأن إسرائيل قالت أنها لن تتوقف عن ضرب غزة حتى مع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر إذن بالرغم من ما يمكن أن نسميه إطلاق النداءات ولو كانت مبطنة من قبل بايدن إلى الجانب الإسرائيلي وما سمعناها أيضا من مسؤولين آخرين خاصة وزير الخارجية الأمريكي على منصة أكس كل الدعوات لضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة لا يوجد موافقة إسرائيلية معلنة بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر ولا بإطار زمني لدخول هذه المساعدات التأكيد الوحيد من قبل الجانب الإسرائيلي هو أن القصف والعدوان المستمر على قطاع غزة لن يتوقف مع دخول المساعدات إلى قطاع غزة شكرا جزيلا لك ريمة أبو حمدية مرسلة العربي من القدس وشكرا أيضا لمرسل العربي من غزة باسر